لم يكن احتلال بغداد سقوطاً للمعايير الأخلاقية والإنسانية التي تشدق بها المتشدقون فحسب بل هوت أيضاً دول وتحالفات وتغير ميزان القوى العالمية وتحولت المنطقة إلى فوهة بركان في التاسع من نيسان 2003 دخلت القوات الغازية بغداد الرشيد بعد عشرين يوماً من انطلاق الحرب على العراق بقيادة أمريكا وبريطانيا وعشرين دولة ويزيد التحقت بالتحالف شن الهجوم بذريعة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل وعلاقة تربط النظام السابق بتنظيم القاعدة ولم تتأخر الأيام حتى كشفت زيف الذرايع وعلى ألسنة المحتلين أنفسهم وبصرف النظر عن الدوافع الحقيقية للغزو كالاستحواذ على النفط وإعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة فإن خمسة عشر عاماً بعد الاحتلال كانت كفيلة بإظهار النوايا الحقيقية لهذا الغزو حكم بريمر العراق ببادئ الأمر ثم تمخذ الأمر عن ولادة مجلس الحكم أنذاك بقيادة أحزاب طائفية لا يصعب على العراقيين تقييمها بعد حكمها للبلاد لكن بقية النتائج الكارثية كانت أكثر تأثيراً فمليوناء قتيل عراقي إضافة لبضعة ملايين مهجر في البلاد وخارجها يضاف إليهم آلاف المعتقلين كل هؤلاء هم أرقام لضحايا الاحتلال وما تلاه من الخسائر البشرية فقط أما الخسائر المادية فقد أضحى العراق من بين البلدان المتصدرة للائحة الفساد في العالم كما شهد هدراً هائلاً للأموال بنيت فيها إمبراطوريات مالية للأحزاب الحاكمة وأصبح مجمل دين البلاد قرابة 125 مليار دولار أما المشهد السياسي فإن العراق بات شبه دولة تتنازعها أحزاب ميليشيوية تتقاسم الحكم والنفوذة وتتصارع تحت قبة البرلماني وفي الشوارع في المقابل كان الصوت الحي للعراقين حاضراً فانطلاق المقاومة العراقية كان مع اليوم الأول للاحتلال وخرجت المدن تباعاً من خلف قيود الظلم الفلوجة، الموصل، بيجي، ديالا، الرمادي، تيكريت وغيرها وجابها المحتل والحكومات المتعاقبة بالحديد والنار فإذا كان الغزو استند إلى حجج ثبت زيفها وإذا كان المشروع السياسي تسبب بكل هذا الخراب للعراق وأهله فهل ثم تجدوى من الاستمرار بتقديم الدعم له؟ ترجمة نانسي قنقر